يعني يمكن بتأكيد كان هناك تعاون وتعاون إيجابي وتسهيل مهام للمراقبين الدوليين وهذا التعاون والتسهيل ليس فقط على مستوى مجلس المفوضين أو الإدارات العليا في المفوضية ولكن حتى على مستوى المحطات أو المراكز الاختراع كان هناك استقبال إيجابي في كل المراكز التي أنا شخصيا زرتها أو زاروها الزملاء الآن جرت العادة أن عندما يتم دعوة مراقبين دوليين من قبل الإدارة الانتخابية في أي بلد من الأساس هذه الدعوة تعبر عن تعاون إيجابي وبادرة حسنية وبالتالي مقارنة بباقي الانتخابات التي تم مراقبتها في المنطقة أعتقد أنه دائما هناك ترحيب بالمراقبين الدوليين طيب سيد محمد التأكيد على أن هذه الانتخابات عذرا للمقاطعة التأكيد على أن هذه الانتخابات ليست كسابقاتها هل لاحظتم هذا الشيء؟ ولماذا؟ نعم هذه الانتخابات بالتأكيد ليست كسابقاتها إذا تحدثنا من الناحية الفنية على الأقل نحن نتحدث عن انتخابات تمتلك ضمانات أكبر فيما يتعلق بموضوع النزاهة هذه الضمانات تمثلت بموضوع الأجهزة والميكنة والتكنولوجيا والرقابة على هذه التكنولوجيا وبالتالي الرقابة على إعلان النتائج أيضا نتحدث عن السرعة في إعلان النتائج نتحدث عن جو انتخابي أكثر هدوءا مقارنة بالانتخابات السابقة بالمناسبة أنا أمتلك رصيد جيد في مراقبات الانتخابات العراقية منذ العام 2004 وراقبت كافة الانتخابات التي جرت أستطيع أن أتحدث بثقة أن ضمانات نزاهة هذه الانتخابات تحديدا 2021 تتعدى بمراحل ضمانات نزاهة الانتخابات السابقة حتى تلك الانتخابات السابقة إذا لم تخدني الذاكرة 2014 من 14 كانوا فيها التي تجرى فيها استخدام بعض الأجهزة نعم نعم في 2014 عندما جار استخدام أجهزة خاصة لختم بطاقات الاختراع تلك الأجهزة واجهت مشاكل الأجهزة واجهت مشاكل في هذه الانتخابات المشاكل التي تعرض لها التقنية التي تعرضت لها الأجهزة وربطها في موضوع نزاهة لا تذكر هذه المشاكل إذا أعتقد أن هناك اختلاف كبير في ضمانات النزاهة هناك اختلاف كبير في منسوب العنف الانتخابي هذا أيضا واضح ولا أزال أتحدث أنا عن المعايير التي تأخذ بعين الاعتبار عند تقييم العملية الانتخابية. ولا أتحدث سياسيا. سياسيا أن هذا الأمر متروك للداخل العراقي. نحن نحك بالجانب الفني. بالضبط. بالداخل العراقي. ولكن أتحدث. نعم. بالجانب الفني. هي انتخابات بالتأكيد مختلفة. ربما ملاحظة واحدة فقط. ومع شديد الاحترام أن القضاء في المفوضية كانوا في سعيهم للنزاهة أكثر تشددا في بعض القضايا. أكثر تشددا في بعض الأمور. بحيث يغلقون كافة الطرق على أي خروقات. هذا أدى إلى بعض القضايا التي تم ذكرها الآن. مثل موضوع الهواتف النقال المراقبين المحليين. مثل موضوع تصويت الخارجي. موضوع السجون والتصويت فيها إلى آخره. ولكن أنا برأيي. حتى هذا جاء من حسن نية في محاولة تعزيز النزاهة وبناء ثقة الناخب العراقي في الانتخابات كعملية لدعم الديمقراطية في البلاد. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر